التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير دفاع والإنتاج الحربي بوزير دفاع وشؤون المحاربين القدامة بجمهورية بوركين فاسو والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء مجالات تعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامة بجمهورية بوركين فاسو والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت المسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء منقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل الجانبين وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية بوركين فاسو مؤكدا حرس القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراقة في مختلف المجالات العسكرية من جانبه أشهد وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامة بجمهورية بوركين فاسو بدور مصر المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الإفريقية معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكري والأمني بين البلدين كما تم توقيع بورتوكول تعاون في مجال الدفاع بين الجانبين تضمن أهم مجالات التعاون التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة حضر اللقاء والبرتوكول الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين وسفير جمهورية بوركين فاسو بالقاهرة والملحق العسكري البركيني بالقاهرة اشتركوا في القناة